تكلمنا عن مشاركة في الفيلم ده هو أنا مشارك في الفيلم ويسعيدني مشارك في الفيلم كذلك يسعيدني جدا طبعا أن أنا أشتغل مع أولاد عمي أولاد عمينا كلنا يعني محمد ورامي إمام وبالنسبة لي مفرقة أن أنا أشتغل معهم هم الأتنين يعني أنا عن دورك وهلا أن نشوفك برضو بدور حد الشرير ولا كمينة خلاص الناس أخدت عليك في الأدوار الشر أكتر هو بصراحة أنا أتمنى أنه هو شرير برضو مش هقول حاجة تاني غير كده وأتمنى أنه نعمل حاجة طيبة العمل بقى مع محمد عدل إمام ورامي إمام الاتنين طبعا من ريشة الفنان عدل إمام فكلمنا كده من تعاون ده أعمل إزاي أنا قلت لحضراتك أنا سعيد جدا بأن أنا اشتغلت مع أولاد عمينا كلنا محمد ورامي في فيلم وكواليسهم زي الفل كواليسهم يعني أنا محمد بالنسبة لي أنا ببقى سعيد جدا لما بتقابل معنا تقابلتي معك كتير قبل كده طبعا في حاجات كتير وبتسبب لي سعادة لما أتقابل معايا برضو حضرتك بتقدم دلوقتي مسلسل زنهم دور الويشي دور بيخوفنا وما بنابقاش عارفين إحنا في حلم ولا في حقيقة لما بتطلع على طول زنهم تكلمنا عن التجربة دي وردود الأفعال اللي جات لك عليها هو أنا يعني التجربة بالنسبة لي كأي تجربة بس يعني وقعيتها بأن هي موجودة مع مجموعة شباب لسه بيصعب دي كانت بالنسبة لي مريحة جدا لأن أنا أكون بالنسبة لهم سند أو موجود معهم في العمل يعني هما كلهم يعني تحديدا أحمد داود اللي تتعاملت معه وزام الوقت يعني بإذن الله ربنا يوفقه ويكتب له الخير وكل المجموعة اللي كانت معا ربنا يكتب له من الخير نشوفك بقى في أدوار برا الشر وهل هي الأدوار منحصرة عليك في الشر ولا أنت حابب كده لا هو يعني هو أولا وأخيرا الممثل يعمل أي دور بس يعرف يوظف نفسه للدور اللي هو بيعمله أنا أتمنى أن أنا يجي لي ورق فيه شخصية حد طيب يعني مش الرين السنة بقى بنودعها عشرين تلاتة عشرين نستقبل سنة جديدة فتحب تقول إيه للسنة اللي فاتت والسنة جاية وأمنيتك هو قبل أي حاجة طبعا المفروض أن أنا كنت أبتدي بكلامي بتحية واحترام وتقدير لأهلين في فلسطين وفي غزة خاصة أتمنى أتمنى لهم أن هم يحققوا النصر فعلا على الأرض وده المفروض أن أنا كنت أبتدي به الحوار أولا وأخيرا يعني بس بسي جدا لحضرتك شكرا ترجمة نانسي قنقر